عموماً هي خلينا نبدأ برضو حلقتنا بهذه الفقرة المهمة وقال كمان هيصحاب الدارة كلام مبارح صدر حكم من المركز التسوية التابع لللجنة الولمبية في دعوة أو في بلاغ تقدم به نادي بتروجيت ونادي الداخلية اللي هبطوا للدرجة التالية الناس اللي هبطت التلاتة المتضمنين قدموا شكوة نزرت هذه الشكوة اتحاد الكورة المجلس السابق برئاسة المهندس هاني أبريدة ما كانش اهتم بالموضوع فلا تابعوها ولا شؤون القانونية في الاتحاد تدخلت ولا اهتمت صدر الحكم بناء على الحكم الناس اتكلمت في اتجاهات اللي المهندس عادلي أشار إليها انت عندك منطوق الحكم هقولك النص اللي قال صدر الحكم اليوم بالنص على أولاً قبول الدعوة شكلاً ثانياً وقف أعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018-2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار الأندية السلاسة ومشاركتهم في الموسم 2019-2020 وذلك مؤقتاً لحين الفصل في الجانب الموضوعي للمنازع نقف نقف الموضوع ببساطة شديدة طيب أقولك سالساً لأنه ليوصلهم سالساً إحالة الدعوة للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوة حلو قوي الموضوع كله يروح هيئة التحكيم الموضوع مفصل نفسه هذا حكم بقبول الدعوة شكلاً طيب هو عشان إيه بالدعوة شكلاً ما هوش عارف الموضوع حيتحكم فيه في إيه فقالك كما كنت خليك على وضعك ما تعملش حاجة لحد ما تحكم في الموضوع إيه اللي هيحكم فيه هيئة مفاوض الدولة إذن هذا ليس حكماً بعدم الهبوط هو حكماً بقبول الدعوة قد يكون يترتب عليها حاجات فبيقولك يعني وهذا ليس حكماً يعني ده مش حكم ده قبول الدعوة شكلاً طيب لكن في التنفيذ لسه الشق الموضوعي لم يبت فيه إذن ده ما يخص الحكم في الدعوة اللي أقامتها الأندية الثلاثة اللي هبطت من برح تابعنا كل تعليقات حتى اتحاد الكرة أعلن اليوم إنه حيستأنف أمام مركز التسوية ضد هذا الحكم يعني فيه درجات تقاضية لسه إذن ده مش حكم نهائي إذن مش نهائي هو عنده درجة من الاستقناف وكانت أضيف الدرجة في الاستقناف لمركز التسوية علشان الأحكام بتاعتها ما تكونش أحكام نهائية دي قضية لوحدية اللي قدموا الشكوى مطلبهم إنه هم ما يهبطوش بس مش مطلبهم إنه لاهل ما ياخدش الدوري أو إن إلغاء الموسم زي ما الناس قالت دي حكاية تانية بقى أحد المحامين الزمالكوية الأستاذ عمر هاريدي الرجل دخل على خط الأزمة وحابب يعمل موقف لصالح نديه فقدم رفع دعوة قدام مركز التسوية بيطالب فيها خدث رقم 82 طلب فيها بسحب بطولة الدوري من النادي الأهلي يعني والكلام الأهلي ما ياخدش الدوري طب هو أنت عايز تعتمد الزمالك ياخد المركز التاني والأهلي ما ياخدش الدوري يروح الزمالك أفريقيا بناء على هذا الموسم اللي أنت عايز تكنسله بس كمان الأهلي ما ياخدش الدوري إيه مبررات أو إيه الحيثيات اللي دفعت محامي الزمالك لطلب أو المحامي الزمالكوية لأنه هو مش محامي نادي الزمالك والراجل رفع دعوة عن نفسه قال فيها إن السبب في ذلك هو قيام النادي الأهلي بلعب مؤجلات الدور الأول بلعبين تم قيدهم في الأهلي في انتقالات يناير وأن هذا يعد مخالفة صريحة لكل اللوائح الدولية ولمبدأ تكافر الفرص يا سياتي وشد دهريدي على أنه لديه بعض المفاجآت في هذا الملف تؤكد مخالفة اتحاد الكرة للوائح الفيفا طيب اتفضل أعلق عشان أقولك أنا بعض الحقائق كل الأندية لعبت بصفقات يناير في المؤجلات بتاعها هو الأهلي لما بيلاعب نادي مؤجل مش ده كان ماتش بتاع دور الأولاني نفس النادي ده حصل تعديل على قيمته يعني كل الأندية في يناير غيرت من بما فيها الزمالك وبما فيها بيرامد وكل الناس لعبت هو محدش بص موضوع المؤجلات احنا قلنا من أول يوم من أول يوم وده بيعقودني تاني هو احنا يعني متحيزين لقاني حكم أبدا أنا مش متحيز لأي حاجة أنا عايز كل واحد ياخد حكم بصراحة يعني وده اللي كان مخوفنا وده اللي كنا بالنادي بيه وقلنا يا جماعة إنه كنتوا بالموسم بتاعكم ده بتقدوا موسم استثنائي وموسم أي حد ممكن يطعن عليه وقلنا ما تأجلوش لما بعد البطولة الإفريقية وقلنا قلنا 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 محدش استجاب لنا وافتكر أن احنا بنطلق بزيد طلبات لصالح الآن فلما ييجي النادي الآن تحت أي تأجيل وتحت أي نظام بيكسب وبيحق اللي هو عايزه لا ندور له بقى على ايه سلبية من السلبيات اللي احنا اخترعناها هم اللي اخترعوها هم سبابها يعني اللي بيطعانوا على الكلام ده شركاء فاز الأمر لأن الكلام ده كان ينبغي أن يحسن في حينه طيب مهانس عدلي قال نقطة منطقية جدا هو لما انت أجلت مؤجلات الأهل أو مباراة للأهل الأهل لعب المطشات دي مع الفرق دي الأهل بس اللي استخدم لعبته الجداد والمنافسين ما استخدموهاش ولا تكافؤ الفرص اللي بان المسخل لكل عمال يرددها من غير حتى ما يتوقف ثانية يعني أنا متأجل لمباراة للأهل وبيرامدز من الدور الأول جيت ألعب بيرامدز في الدور الثاني أنا استخدمت الصفقات الجديدة بتاعت اللي جبتهم في ينايا طب وبيرامدز ما استخدمهمش ولا أنا لعبت مع نفسي يعني أرجوكو بمربيل موضوعية وعقلانية شوية هردل فكرنا بإيه بس يعني هسيبك بالوقت المحتسب بدل من ضاق لما ييجي الأهل يجيب جوان في الدقيقة أربعة وتسعين وخمسة سعين ويقول لك أصل حسب الوقت طب ما ممكن نخلش فيه جهور مثلا إلا إذا كان هذا اعترافا منك أنت الذي تعترض بأن الأهل متفوقص حق الفوز هقول لك يا عم هريدي لما الدوري السنة اللي فاتت لغاية نهاية ديسمبر 2018 يعني خلاص هنبدأ في يناير فهنستخدم الصفقات الجديدة كله حيسجل للعيبة بتاعت يناير ويستخدمها في الدور التاني معاك حق لو الأهل كان هو الوحده اللي استفاد من صفقات يناير لعب بها مؤجلات من الدور الأول معاك حق كان يبقى موضوعي لكن لما تعرف أنه لغاية 31 ديسمبر 2018 الأهل كان لعب في الدوري 12 مباراة 12 مباراة في الدور الأول كان لعبهم الأهل لغاية نهاية 2018 يعني من أصل 17 مباراة في الدور الأول المفروض يلعبهم قبل صفقات يناير يعني كان عنده خمس مطشات مؤجلة دول المطشات المجروحين اللي سيادتك شايف أنه الأهل الوحش استخدم فيهم صفقات يناير بخرق للتكافؤ الفرص مع بقية الأندير لعبهم مع مين؟ طيب الأهل الخمس مطشات لعب مع بيرامج واسموحة والمقصة وإنبي والزمالك كل نادي من دول استخدم صفقاته الجديدة بتاعة يناير وهو بيواجه الأهل بلاش دي الزمالك نفسه المنافس المباشر اللي أنت سيادتك رفع الدعوة علشان تاخد الدرع من الأهل وتوديه للزمالك والزمالك ما كانش عنده مؤجلات الزمالك كان عنده خمس مؤجلات لأنه كان مكمل في أفريقيا للنهاية وشارك في البطولة الزمالك كان عنده ثلاث مؤجلات لعبهم بصفقات يناير ومباراة واحدة كان تكفي لخرق المبدأ يعني مش بنعد إحنا لكنه زي ما الآهل كان عنده خمس مؤجلات استخدم فيهم صفقات يناير الزمالك كان عنده بيرامج والإسماعيل والأهل يعني بيرامج لعب بصفقات يناير في الدور الأولاني المؤجل مع الآهل ومع الزمالك بيرامج صاحب المركز الثالث وكسب وكسب يعني استفاد من اللعبة يعني اللي 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 مكسبش المطشد عشان تيجي تقول لي وهو لعبة طيب هي دي بدعة هي دي بدعة من البدعة اللي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا ده عرف الكرة المصرية في ظل المؤجلات الزمالك نادي الزمالك نفسه طبعا هي في كل الدول مطشد بتتأجل فاتة بتستخدم اللعبة الجديدة كل المؤجلات لما بتقام في توقيتات الحقيقة بتستخدمها اللعيبة المتحين عندك دلوقت لكن الزمالك نفسه لما فاز بالدوري في 2016-2017 كان بيلعب في دور الأبطال وقته موسم 2016-2017 اللي مكسبش فيه الدور الزمالك ولكن كان مشارك لغاية نهائي دوري أبطال أفريقيا يعني مشاركته في دوري أبطال أفريقيا لغاية لما لعب الفاينال وخسر من سان داونز كان عنده مؤجلات كتيرة وفي الأهلي السنة دي أو السنة الأخيرة دي الزمالك لغاية خرج من سان داونز يوم 23 أكتوبر 2015 كان الدوري في هذا الموسم بدأ يوم 15-9 لغاية لما الزمالك انتهى من مبارايته الأفريقية ده تباشموندس كانت لعب في الدوري عموما خمس أسابيع فقط الزمالك لعب فيها مباراة واحدة من الخمسة اتأجلت له أربع مباريات الانتاج الحاربي والشرقية والمقصة وطلع الجيش لعب الزمالك مع الانتاج الحاربي والشرقية قبل انتقالات يناير ولعب بعد كده كله بصفقاته الجديدة زي ما هو وضحه قدام حضراته يعني دي مش بدعة لا بتسبة كوية بدعة ومش بدعة حسب اللي عايز يستغله هو ما بيفكروش في اللي بيحصلوهم وبيستفيدوا منه هو بيستهدفك والله يلاقك يسيب يروح دلق شوية ملح عالجرح ويهيل الطراب على اي انجاز بيتم وكأن هناك محباة والناس ما تشوفش اللي دي وتقيس عليه ده انتعرف في المرسم اللي أنا بولي تعليق زي مالك كان المفروض يلعب مع طلاقة الجيش في الاسبوع التاني لعبوا بعد الاسبوع 24 والاسماعيل السنة الأخيرة يعني هي بس مش فكرة ان انا عايز زي ما المهان سعدل بيقول ارمي شوية اي حاجة على بطولة للاهل اشكك واتلكك واقول اي حاجة طب انا ممكن اقولك حاجة تانية طب انا ممكن جدا جدا اكون انا فول تيم في الدور الاولاني يحصل لاصابات كتير في الدور التاني او لعيبة تخرج من عندي حيحصل اي بقى ساعتها اه مثلا طب هو كل التخطيط يا عم انا بقولك شوف والله اصل ايه من نياتكم ترزقوه هو كل التخطيط بتاع تأجيل الماتشاط تلاتة للزمالك واتنين للاهلي اه لما بعد كاس الامم الافريقية كان ايه الهدف منه اتاحت الفرصة للزمالك انه فرجاني ساسي يرجع مش كده اه والله وربما وربما حرمان الاهلي من رمضان صبح اه مش كده اه الهدف التاني حصل ايه لعب رمضان ورجع فرجاني لعب لا جنش اهم من فرجاني بقى بالنسبة للزمالك اه جنش وصيب وصيب محدش يقعد خطة تقول انا كيف استفيد اه انت تسفيد ان يبقى عندك تيم ينقس واحد ينقس اتنين بالزبط ما تتهزش بالزبط ادي اللي سفادته بقى جدير ايه الجدارة هنا ايوا هنا لما لعبت ويوميها الصبح تسجل كابتن عبدالله السعيد عشان يلعب قدامي في يوم جمعة وخسرت الماتش هنقعد بقى نتكلم وان ما بترصدوش الحاجات دي ليه اهم مثلا ده انا بلعب براملز مباراة مؤجلة ويسجل اللعب يوم الجمعة الصبح كل ناس متستفيد خلاص يا انت فرقيتك جاهزة تحقق الفوز يا مش جاهزة تحقق الفوز يا يطلع لك بقى تحكيم اعلام بربنا عموما طبعا اي حد من حقه يلجأ لل يعني حق التقاضي ده حق مكفول لكن احنا بنكلم على الحيثيات والمنطق وحفظ الحقوق لانه في الاول وفي الاخر والهدف من القضية الهدف من القضية مش حفظ حقوق الهدف اهدار حقوق لانه انت بتحفظ حقوق مين بلغ زي ده او شكوة زي دي او دعوة زي دي ايه الهدف منها اغازة الاهلي لا اكثر ولا اقل لانك عايز تحفظ حقوق الزمالك طيب ما الزمالك اللي انطبق على الاهلي انطبق على الزمالك وانطبق على الزمالك الموسم ده والموسم اللي فاتت وعلى كل الاندية هو الاختر شيء الاختر شيء وده ما درسوهوش لو لو كسبت عضيتك دي الزمالك حيلعب افريقيا فين في الكونفودرالية ولا في دور الابطار ام لا ايه دي حاجة الحاجة التانية هو الاهلي لما تأجلت له المؤجلات دي كلها كان طرف ولا مجاملة ولا هدية للاهلي احنا عرضنا على مدار فقرة طويلة جدا ايه اسباب المؤجلات وقلتلكم ارجوكو ما اسمهاش مؤجلات اسمها اعادة ضبط معيد وشوفنا وقتها انت حطت جدول بتقول الاهلي يوم تلاتة اكتوبر يلعب مع طلع الجيش تتعمل قرعة افريقيا تلاقيه في يوم تلاتة اكتوبر المفروض تكون في دولة افريقية وريني حلها التعارض اللي حصل وده تكدت حتى الحاج عامل حسين رئيس لجنة المسابات اللي قدم استقالته بنشكره على كل اللي عمله لكن انت حطت جدول موسم مضغوط موسم استثنائي ارتباطات للمنتخب فجأة بقى التعارضات شديدة جدا لدرجة انه كان في بعض الحالات في نفس اليوم عايز تلعب هنا وتلعب المفروض في افريقيا او عايز تلعب مباراة في الدوري والمنتخب ياخد لعيبتك بعدما التصادمات الكتيرة اللي حصلت في الموعيد كان لازم لجنة المسابات تعيد ضبط الموعيد هتقول لي مؤجلات مؤجلات يعني ايه هي مباراة واحدة اتأجلت للاهلي مع الجونة كان يمكن للاهلي ان يؤديها وما طلبش اتأجلها اتجلت لجنة المسابات لانه لقيت نفسها مضطرة اتأجل للمصري كان مسافر الجزائر فقالك بالمرة عشان ما حدش يقولش معنى دي المباراة الوحيدة اللي اتأجلت للاهلي الاهلي والجونة غير كده ما بين تعارض مع الاجندة الافريقية بتاعت المنتخبات او تعارض مع موعد المباراة الافريقية او البطولة العربية كل هذه التصادمات قدت الى هذه التأجلات عشان نلاقي حد يتلكك ويقولك يرفع دعوة ويسحب اللقب كمان الا بالمناسبة هو الدرع فين انت فكرتين يعني اسحبه الدرع الذي لم يتسلمه الاهلي مش كان مفروض فيه احتفالية كبرى بأحد الفنادق او ده تاخد عشان متحرم حد جمهورك من المطابعة الميدانية فين؟ فين الدرع؟ وفين الاحتفالية؟ سؤال ما مصير الدرع اه عايزين تسحبه اللي انا ما استدمتوهش طيب اللجنة المؤقتة والتنمية المستدامة كلام مهم جدا في ترتيب اوضاع البيت الكروي بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة